ترأست المملكة بالتعاون مع ألمانيا وقطر ومصر والأمم المتحدة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدة دول وهيئات دولية ترأست مؤتمر دعم الاستيابة الإنسانية للسودان ودول الجوار وذلك بمقر الأمم المتحدة في جونيف إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا انطلاقا من مبادئها في دعم وإغاثة الإشقياء والأصدقاء لم تتدخر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة حيث أعلنتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز من أكسر المال للغاة والأعمال الإنسانية ووفق دالياته ولقد قام المركز بتسيير جسر جوي وصل حتى هذا اليوم إلى 13 طائرة وكذلك جسر بحري وصل حتى الآن إلى باخرتين حملة على متنها المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من احتياجات خلال المؤتمر الدولي جددت المملكة تأكيد وقوفها إلى جانب الشعب السوداني حيث قدمت مساعدات متنوعة بـ 100 مليون دولار إضافة لتنظيم حملة شعبية لتخفيف معاناة السودان الشقيق إلى جانب عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا دول العالم تحرز المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة وقد استضافت المملكة أطراف النزاع في جدة في مايو الماضي بمبادرة سعودية أمريكية لحث طرفي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد في السودان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية جدد وقوف المملكة حكومة وشعبا مع السودان عبر السعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة باستضافته مباحثات جدة التي طرعاها المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية اختأت المملكة في مقدمة الدول العشر المانحة عالميا المملكة العربية السعودية النافزة الإنسانية للمجتمع الدولي تعكد حرصها حكومة وشعبا للوقوف بجانب الشعب السوداني طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف